نجحت البعثة الأثرية المصرية من جامعة عين شمس في الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري تعود إلى العصر الروماني وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية في المنطقة الواقعة شرق معبد دندرة بمحافظة قنة تجتمل بقايا المقصورة على منصة مكونة من مستويين ذات أساس وأرضيات منحدرة كما تم العثور على تمثال على هيئة أبو الهول من الحجر الجيري يمثل أحد الأباطر الرومان هذا وتستمر البعثة في أعمال الحفر في منطقة معبد حورس شرق معبد دندرة وأمام بوابة إيزيس للكشف عن الطريق الذي يربط بينهما